كرآنها بأنهي الحرب في أفغانستان فقعد مع مستشارينا كيف أنهي هذه الحرب فقالوا أن يزيد عدد الجنود لتم استيطرة على مواقع ومناطق مختلفة داخل أفغانستان وممكن على أثرها أن ننهي الحرب بسرعة أكبر فكانت هذه حربهم مع طالبان حربهم مع طالبان هذه كانت حرب مستمرة صح ليس نفس العراق دشة وطاح نظام لا لا هذه كانت حرب مستمرة يعني أنت قاعد اليوم في أفغانستان يعني طبيعتها الجبلية الوعرة تختلف فائد عن العراق فصعب جدا أنك تقعد تلاحقهم مثل مقاربة على فكرة اليمن فصعب جدا أنك أنت تغذي عليهم في يوم ليلة اليوم حتى لو تطق يمكن صاروخ كبير على المناطق الجبلية هذه يمكن قاعدين بأمان داخل الجبل ما يحوسم شيء فمن المشاكل الكبيرة اللي واجهتهم أنا ذاك كيف التعامل مع الواقع في أفغانستان حكومة فيها فساد كبير اليوم طلع تقرير أن عدد الجنود المسجلين بين حوالي 350 ألف لكن الفعليين على أرض الواقع هم حوالي 250 أو في معنى 100 ألف وهمي 100 ألف شخص وهمي قاعد يستلمون أموال كل شهر أين تذهب هذه الأموال فكانت مشاكل كبيرة ضيف إليها أمور عدة يعني حاولوا يتعاملون مع الموقف يعني علاقتهم مع طالبان خدت مراحل مختلفة يعني خلال الفترة السنين يعني هل كانت فترة من فترات تحسنت كانت علاقة زين أو لهم طول الفترة كانت علاقة حرب ولا شن اللي صار بالضبط لا 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 أقول لهم في فترة حرب يعني أكيد فترة من فترات مروا مراحل محاولة لخلق قنوات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية منها كان في مكتب سياسي في قطر منها في المحادثات اللي حصلت في سنوات متعددة آخرها ما حدث في 2018 وأهمها في فبراير 2020 فبراير 2020 أتت إدارة ترامب مع في وزير خارجية بومبيو فذكر ل كان هناك اتفاق مع طالبان ستنسحب الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن لا تستهدفون القوات الأمريكية ولا توفرون أراضي أو دعم للقاعدة أو أي جماعات تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفاء وهذا كان الاتفاق في فبراير 2020 ويا يتفاق أو قرار بايدن بالانسحاب في شهر أربعة 2021 لسحب الثلاثة اللي بقوا ووصل لك المشهد بالطريقة اللي شفناها خلال الأسابيع القائمة من دخول طالبان إلى كابل ووجودهم هناك بس أعفون استغربت يعني اللي كان محافظ على استغرار دولة كاملة أو استقرار النظام القديم في أفغانستان ثلاثة ألاف جندي بس الأمريكي لا لا كان موجودين عدد هذا آخر ثلاثة ألاف اللي بايدن قرر في شهر الأربعة أن يسحبهم من أفغانستان بس يعني هم المشهوا هالثلاثة ألاف حسوا أنه خلاص الأمور وإحنا ممكن أن ننقلب على النظام القديم كطالبان يعني ننقلب على النظام اللي موجود وخلاص نتحكم في أفغانستان شوف اللي قاعد يصير اليوم في أفغانستان أعتقد من المبكر أن نحكم عليه يعني لازم نشوف أنا متأكد بل أجزم أن هناك تفاهمات حصلت خلال الشهور السابقة أدت إلى ما شهدنا الواضح الواضح أن كل الطبقات السياسية والمزاج العام الأمريكي ضد البقاء في أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية صرفت 2 تليور دولار حوالي 22 أو 24 ألف أمريكي ينصابوا هناك حوالي يمكن اللي ماتوا حوالي 2500 الشعب الأمريكي ما يريد أن يرى أموال اللي يدفع ضرائب تروح ضرائب على أفغانستان الأمريكي أنا شكوا تدفع حق الجندي الأفغاني صح فهذه كانت نظرتهم على المشاكل اللي كانت دائرة أنا ذاك فوصل هناك نوع من التعب مو بس من أفغانستان من أفغانستان من الإراق أصبح نوع من التعب من منطقة الشرق الأوسط على الأقل فيما يتصورونهم في هالشيء هذا فكانت هناك محادثات ما بين طالبان وما بين الحكومة الأفغانية يبدو أنها لم تنجح يعني بدأتها أتقد من شهر خمسة أو ستة أتقد لم تنجح إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولو تلاحظ التصريحات الأمريكية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت قالت اعترافنا بالطالبان سيعتمد على ما سيفعلونه خلال الفترة القادمة وزير الخارجي أو وزير الدفاع البريطاني ذكر أن طالبان كان متعاونين جداً في الأخلاء المواطني البريطانيين اليوم طالبان كانت تتعاون معها كقوة يعني موجودة على الأرض بس تعتقد أن أمريكان كان متوقعين للمشهد اللي صار؟ الرئيس الأمريكي خطابه قبل تسقط كابل يبدو أنه كان عنده على قناعة من معلومات الاستخبارات هي أنه لن تسقط كابل يعني لو كان عنده معلومات ما أعتقد كان طلع وصرح بالتصريحات هذه لأن تصريحات تعتبرها هزلية أنه بعد تصريح الرئيس الأمريكي بأيام تسقط كابل فما أعتقد أن التصريح هذا كان ما أعتقد أنه كان هناك علم أو ضوء أخضر أمريكي لطالبان بالشكل هذا لكن هل هناك نوع من قنوات التواصل فيها تمرير بعض الرسائل المعينة؟ هذا قصدي فيما حصل بعد تلك الفترة وفي تحليل دكتور لسبب سقوط هذا النظام هذا الجيش اللي أمريكا قاعدت عشرين سنة تعدوا مثل ما تفضلته وأنت صرفت عليه هذا الكم الهائل من الفلوس نظام سقط بيومهين صح؟ أقل بعد في تحليل أنه ليش هالشي صار بهالفترة البسيطة هذه عقب الوقت عقب الفلوس عقب الجنود الأمريكيين اللي ماتوا بغرض أن نحن نهيئ نظام مستقر قادر يحكم أفغانستان فيه خلافات كثيرة خلافات كانت على الانتخابات الرئاسية الأفغانية أعتقد أعتقد السبب الأكبر أخوي محمد أن المعنويات عند الجيش الأفغاني عقب ما شافوا اتفاقية السلام ما بين ترمب والإدارة الأمريكية في غياذة ترمب وكلام مع طالبان في فبراير 2020 بعد ما شافوا القرار بايدن في شهر أربعة أنه سرح نسحب آخر ثلاثة ثلاثة جندي هالثلاثة 250 ألف هذين اللي كانوا موجودين أغلبهم الولايات المتحدة كانت تتمدهم بطرق للقيام بعمليات معينة فهم متعودين أن يكون معاهم الرشاد دخلنا نقول أمريكا في العمليات العسكرية فالمعنويات زائت قياب العنصر الأمريكي يعني أسقط المعنويات فأصبح كل من في شأنه وخصوصا أنك أنت كجندي ما تريد تحارب حق طبق غير قد تكون يعني غير مظيفة يعني فالمعنويات تنزلت بشكل ففي شكوك حتى من الناس اللي يعني فرضا الجيش الأفغاني في الفترة يعني قبل سقوطهم أن هذه الحكومة قد ما تستحق أننا أصلا نخدمها ونقدمها أرواحنا بالإضافة إلى نزول المعنويات بالمناسبة قوات طالبان حوالي ممكن ستين سبعين ألف لكنها طبق أنا هذا اللي سمعت أنه يعني كان المؤتمر أعتقد نفسا اللي أنت قاعد تكلم عنه أن بايدن قاعد يقول أن قوات اللي إحنا مدربينها ثلاثمائة ألف بالمقابل قوات طالبان ستين إلى سبعين ألف فهني كان يستبعد موضوع أنه سقوط الحكم اللي موجود في ذيك الفترة على أيدي طالبان حكم أنه يعني العدد هنا وايد أكبر عدد طالبان جدا بسيط فما أدري يعني أنا الحين أتخيلها أنه معقولة أمريكا هذه دولة العظمى باستخباراتها ومو تكلم أنت حضورها كان بسيط بأفغانستان اللي ما عندها استخبارات ما عندها علم بطريقة تحرك الطالبان وهالأمور شنو ممكن تغفل عن شيء مثل هذا وتردحق موضوع أن الشكل اللي طلعت فيه الإدارة الأمريكية الحالية يعني شكل بايدن بالأخص يعني أنا أعتقد أي رئيس يعني يتي له استخبارات أنه أنت إحنا النظام اللي حطيناه رح يطيح بأقل من يومين رح يتراجع عن هذا القرار وممكن يقول مو أنا أتخذه يعني فشون ممر عليهم هذا الشي يعني لا كان فشل استخباراتي كبير يعني في المسألة هذه يعني هم الكلام ما كان ثلاثة أيام كانوا حطينا أعتقد أسابيع يعني ما تحضرني الرغم صراحة بالضبط لكن كانوا حطينا يعني مدة أكبر بعدين راحوا وغيروا قالوا الاستخبارات الأمريكية نتوقع صغوط كابل خلال أيام قليلة أو ساعات قليلة فشل كبير تسرع في الانسحاب من أفغانستان اليوم صحيح أن كل كل الحزبين متفقين أن إحنا كأمريكا يجب أن نخرج من أفغانستان لكن أعتقد في تنوع بالأفكار أن كيف نخرج من أفغانستان سرعة الانسحاب من أفغانستان عدد الجنود يعني أعتقد المشهد اللي حدث يعني أعتقد يهز صورة الأمريكية طبعا حسب علمك دكتور هل كان في ضغط على بايدن أكثر من الرؤساء اللي قبلها يعني أنا أعتقد صحيح إذا أنا غلطان بس أكيد أوباما كان عليه نفس الضغط أن أطلع من أفغانستان ترمب كان عليه نفس الضغط يعني من زمان نسمع هذا الصخط بأمريكا نحن لازم نطلع من أفغانستان فاشمعنا بايدن وهو اللي خد هذا القرار كان عليه فيه عليه ضغط أكثر كان يشوف فيه فرصة مناسبة بس أنا هذا اللي حاولت خيلي يعني أنت كرئيس اليوم ليش تحط هذا العب عليك أنت مو أنت اللي بلشت هذه الحرب عشان تتحمل مسؤوليتها فليش تأخذ أنت هذا القرار اللي ممكن يعود عليك بشكل جدا سلبي وهذا اللي صار مع بايدن أهو في مخيلته أن نحن نقدر نحمي الخطر القادم من أفغانستان ما نقدر مو بالضرورة نكون جزء من المتواجدين في أفغانستان عسكريا هذا واحد اثنين على الأفغانيين أنهم يتحملوا مسؤولية نفسهم يعني نحن في وجه النظر ندربنا 300 ألف مثل ما ذكر وعليهم الحين أنهم يقومون بعملية تأمين حدودهم أو تأمين المواقع للدخول في عملية انتقالية سياسية للدخول لحكومة ومشتركة ما بين الحكومة الأفغانية وطالبان ومثل ما ذكرت لك كان في التعب أمريكي ورأي عام أمريكي ضاقط خصوصا من الطبقة اللي تأيد بايدن اللي هم والديمقراطيين الصغارجي للشباب اللي ذكرت لك فكان في توجه أنه خلاص نحسمها بما أنه في قنوات تواصل مع طالبان وطالبان يعني عطوا كذلك مقابلة مع هيئة إذاعة إسرائيلية في تلك الفي يعني كان هم من غريب جدا وعندك التصرفات والكلام اللي قاعد يصدر من طالبان طالبان تعلموا الدرس اللي اخطأوا فيه في سنة 1991 دعهم القائدة والهجوم على الأراضي الأمريكية وصلوا لقناعة الأفضل لتكلم مع الولايات المتحدة الأمريكية لخروجهم من المنطقة فعشان تريد تشوفوا اليوم طالبان تقول من شروطهم للدخول في مفاوضات مع الحكومة أن تنسحب الانسحاب الكامل الولايات المتحدة من أفخانستان واليوم المطار كابل أمنته القوات الأمريكية وقوات طالبان قاعد تحمي أسواره بالخارج فهذا مشهد يعني بس يعني تكلمنا الحين على موضوع طالبان دول أو خلنا نتكلم على دول الخليج بالأحراف يعني السيناريو اللي صار هذا يعني التأثير على دول الخليج هل مرة ثانية نتكلم عن موقف دعم أمريكي تخوف من انسحاب أمريكا بس هل لا تأثير على دول على دول الخليج يعني أكيد لا تأثير كبير على دول الخليج ولا تأثير على الدول المجاورة كذلك لي أفخانستان اليوم أفخانستان أنا أشبهها بما حدث في إيران سنة 79 أتى إليك نظام جديد وقاعد يتكلمون عن دستور وقاعد يتكلمون عن الأمور الرؤية عندهم اللي يطبقونها في أفخانستان بخض النظر عن هذا كله أنت اليوم عندك هل طالبان اللي أتت إلى أفخانستان أعتقد كل من ماسك دربيل وقاعد يشوف المشهد في أفخانستان بشكل كبير جدا إذا إذا مثلا إذا تكلمنا قبل خليج خلنا نتكلم عن باكستان باكستان كانت لها علاقة وما زالت علاقة جيدة أغلب أغلب الطالبان كانوا في درسوا في باكستان مثل الكلام اللي قلنا قبل لكن هل باكستان من مصلحة تكون أفخانستان دولة قوية موحدة يحكمها واحد من البشتون باكستان كذلك عندهم أقلية بشتون والقلية هذه يعني ما هي هينا في باكستان هل راح تسبب لهم مشكلة في المستقبل في نفس الوقت إذا نحكم إذا افترضنا الآن أن طالبان أحكمت هل ممكن تساعد باكستان في احتواها للهند يعني الهند هم من الهند ترى على فكرة من أكبر الدول التي تستثمرت في أفغانستان خلال الفترة السابقة ماذا معنى؟ حاولوا يستثمرون هناك في نواحي كثيرة ارتعوا أن يبون يكسبون النفوذ في أفغانستان أفغانستان اللي تحد حدود باكستان عداءهم وهم مع باكستان عداء تاريخي عندك كذلك إيران إيران اليوم في البداية قلت لك اسمحوا الأمريكان يضربون طالبان بعدين لما شافت أن العملية ممكن تنقرب ضدهم يعني قاعدوا يدعمون طالبان وحركات ثانية اليوم كيف راح تتغير علاقات تتجه العلاقات طالبان مع إيران اليوم الصين كذلك قاعد حط عيونها على طالبان طبعا تتشتغل ضمن الرؤية الصينية الاقتصادية في المستقبل الدور الروسي الروسي دعموا دعموا أعداءهم في السابق اللي هم طالبان لما كانوا الأفغان مجاهديين ويحاربوا الاتحاد السوفيتي اليوم في دول الخليج طالبان كثير منهم كانوا مدعومين من أطراف مجمعيات خيرية في الخليج فترات سابغة على الأقل أو تموي الحكوم مباشر من بعض الحكومات سعودية وغيرها وممكن حتى من الإمارات وبالمناسبة يعني من أول الدول كانت مأترت فاليوم حتى الكلام اللي قاعد يصدر من بريطانيا اللي قاعد يصدر من الاتحاد الأوروبي اللي قاعد يصدر من الولايات المتحدة في ترقب المشهد محاولة لخلق قنوات تواصل بحيث كيف ستكون المشهد هل سيكون هناك حكومة انتقالية إذا حكمت طالبان وين راح تتجه لبوصرة طالبان ما هي السياسة الخارجية لطالبان هذا بالنسبة لدول الخليج ليه الحين مهم وواضح بالنسبة لدول الخليج اعتقد وجهة نظري لمحاولة على الأقل فتح قنوات تواصل مع طالبان لمحاولة فهم التصور ولمحاولة التأثير في المستقبل على عمل هذه الجماعة هناك محاولة خلق قنوات تواصل بالنهاية أنت إذا ممكن تفتح القنوات تواصل تؤثر فيها على قرارات اللي ممكن ما تنصب في صالح المنطقة وما تنصب في صالح أفغانستان نفسه ترجمة نانسي قنوات تواصل